اشتركوا في القناة الملك المعظم الذي وضع رعاية الشباب في أولويات العمل الوطني كما أشاد معالي بجهود واهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم الشباب البحريني وإتاحة الفرص النوعية لهم للمساهمة في خدمة الوطن والتنمية عبر منهجية الرفيعة ضمن فريق البحرين وأشار معالي إلى المبادرات الرفيعة والبرامج النوعية المتعددة التي تقوم بها مملكة البحرين لصالح الشباب وفي مقدمتها جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تشكل رسالة مملكة البحرين للعالم أجمع نحو تحقيق التقدم والتمكين للشباب وأعرب معالي عن بالغ التقدير والثناء للجهود الكبيرة والمبادرات التي يبدلها سمو الشيخ ناصر بن حمداء الخليفة وسمو الشيخ خالد بن حمداء الخليفة التي تصب في صالح الشباب البحريني ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة